مرحبا بكم في مكتبة العم عارف سألخص لكم اليوم محتوى كتاب نقيض المسيح للفيلسوف الألماني فريدريك نيتشا والذي نشره عام 1895 ألف نيتشا الكتاب بأسلوب تحريضي مع تركيزه على مهاجمة العنف الديني بدلا من استعمال الحجج الفلسفية الكلاسيكية في هذا المؤلف كان نيتشا يجادل ضد الأديان النظامية التي يعتقد أنها تعرقل تقدم الحياة وخاصة المعرفة والثقافة ينظر إلى مقترحات الكتاب على أنها تزيد حجج كتاب أصل الأنواع لداروين والتي تروج لفكرة أن النظام الأساسي الذي تتقدم به الحياة هو البقاء للأصلح ولذلك فإن الكتاب يشرح ويطبق ببساطة وجهات النظر الدينية والفلسفية للقوانين الطبيعية على الحياة الكتاب يغلي بالخطابة والنقد القاسي والإهانات في الواقع كما يؤكد نيتشا فهو كتاب ينتمي إلى القلة القليلة مثل كل الفلاسفة الأخلاقيين يبدأ نيتشا بتعريف الخير والشر والفساد والسعادة الكلمات المستخدمة في هذا المؤلف مبنية على تعريف نيتشا ثم يواصل انتقاد المسيحية لأنها ترفض الغرائز الأساسية للإنسان التي تحافظ على الحياة وتعزز القوة باعتبارها شرا وبدلا من هذه القيم الطبيعية تروج المسيحية لقيم منافية للحياة وأهمها الشعور بالشفقة يرى نيتشا أن المسيحية دين الشفقة وهو ما يتعارض مع المشاعر المنشطة التي تزيد من حيوية الناس ووفقا له يحرم الرجال من القوة عندما يشعرون بالشفقة لذلك يرى نيتشا أن الشفقة تضاعف المعاناة لأنها تجعل الأشخاص الذين يشفقون عليهم يعانون وفي نهاية المطاف تؤدي الشفقة إلى إحباط الناس وتستنزف قواهم لصالح القوة وقوة الإرادة علاوة على ذلك يرى نيتشا أن المسيحية تحمي وتعزز الحفاظ على الأفراد الذين اختارتهم الطبيعة ليكونوا مدمرين أو فاشلين وفي هذا الصدد فإن الحفاظ على الفشل يسبب انحطاط الحياة لأنها مليئة بالضعفاء والمتدهورين للشفقة نتيجتان فضيعتان فهي تزيد المعاناة وتحافظ على الأشخاص الذين يتسببون في هذه المعاناة باعتبارهم أشياء تثير شفقتنا ولذلك ينبغي نبذ الشفقة لأنها تجعل الحياة أكثر بؤسا وانحطاطا يؤكد الكتاب أيضا أن مفهوم الإله المسيحي متناقض ومنحط يتم تقديم الإله المسيحي على أنه إله المظلومين والضعفاء والفقراء الذي يصنع الفضائل من البؤس إنه الإله الذي تحول إلى مجرد رمز عصى للمتعبين ومرساة للغرقاء لذلك يمكن لمثل هذا الإله أن يروق لكل فرد يعيش تحت القمع وعلى عكس آلهة الوثنيين يظل الإله المسيحي إله المرضى والضعفاء على الرغم من الحشود التي تتبعه يناشد هذا الإله الأشخاص الذين يعيشون في حالة من العجز والبؤس لأنه يسمح لهم بإنكار الوجود الحالي من أجل وجود أفضل في المستقبل الإله المسيحي هو منكر لهذه الحياة بدلا من الإله الذي يقول نعم ويؤكد الحياة كما تروج له قوانين الطبيعة يواصل نيتشا ليعقد مقارنة بين المسيحية والبوذية ويؤكد أن كلتا الديانتين عدمية ومنحلة لكنه يسلط الضوء على أن البوذية أفضل عند مقارنتها بالمسيحية وذلك لأن البوذيين يهدفون إلى تقليل المعاناة مما يحميهم من الوقوع في نفس الفخ الذي وقع فيه المسيحيون ولذلك فإن البوذيين قادرون على تحقيق مستوى من السلام أثناء وجودهم على الأرض على عكس المسيحيين وفي الأخير يعرب نيتشا عن أسفه بشأن تأثير القيم المسيحية في الممارسات الاجتماعية في عصره ويعرب عن أسفه بشكل خاص لكيفية اختراق هذه القيم لدراسة الفلسفة داخل ألمانيا ولذلك يقول إن المسيحية قد أفسدت الفلسفة برفضها الحياة الطبيعية لصالح الروح النقية أتمنى أن يكون ملخص نقيض المسيح قد أعجبكم وألقاكم في حلقات مقبلة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر